معنا على الهاتف من النمسا الأستاذ مصطفى عبدالله المتحدث باسم اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا أحييك أستاذ مصطفى مساء الخير المصريون في الخارج إذن هم درع من الدروع المهمة لوطننا الحبيب ولحمايته لعل هذا البيان هو دليل على حرصهم على دعم وطنهم في كل التحديات كيف ترون الدور المنوط بالمصريين بالخارج في صد هذه التحديات التي تواجه الوطن مساء الشير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين أولا هذا البيان أنا لما أعلنت البيان أبنى أعلن البيان ده اتصلت بالأمانة العامة وكلمت مع الأمانة العامة وكلمت مع الرئيسة الدورية ونصقت مع كل أعضاء الجاليات لأن احنا اتحاد الجاليات بيدوموا حوالي 22 دولة أوروبية واتفقت معهم على الضياغة اللي أنا عملتها وعرضتها عليهم وبالتالي يعني بنعلن تأييدنا الكامل للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها طبعا الرئيس الوطني الرجل الشريف المخلص لشعبه والبلده والقوات المسلحة والشرطة بتاعته كل ده من أجل المواطنين الرئيس يعني بيتفانى في العمل ليلة نهار من أجل المواطن المصري ومن أجل الدولة المصرية ولذلك الاتحاد بيأكد رفضه الكامل لكل ما يتفضل بأي خائن في وطنه باع نفسه من أجل حكمة نقود أو حكمة دولارات وفي نفس الوقت بنفيد بالشعب المصري وهو واقف وراء قيادته السياسية وسيظر الشعب المصري هو الحاكس لأن الشعب هو اللي جاب الرئيس السيسي رئيس السيسي ما ترد في نفسه على الشعب الشعب هو اللي طلبه وهو اللي جابه بأكتر من كذا و30 مليون ولذلك بيعي الشعب المصري بيعي جيدا أن كثير من الخونة المدعومين من جهات أجنبية وجهات مخابراتية وللأسف رؤساء دول معروفين للعامة بيحاولوا أثارة الفتنة وترويج الإشاعات الكاذبة حتى يثيروا الفتنة بين أبناء الشعب المصري ولكن لا ينجحوا في هذا إطلاق لأن مصر محروسة من عمد الله والقيادة السياسية فرض قوتها من خلال النقاء والشفافية اللي بتتعامل بيها مع الشعب المصري ويكفي أن نحن بنحارب الإرهاب على مستوى العالم مش على مستوى مصر فقط والعالم كله عارف هذا الكلام ولذلك جموع المصريين في الخارج بيؤيدوا الرئيس ليس فقط في الخارج سيبقى الشعب المصري وأبناء مصر يدا واحدة دوما سواء كانوا في الداخل أو الخارج أمام كل التحديات وفي النجاحات وفي كل شيء أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى عبدالله المتحدث بسم التحدي الجاليات المصرية في أوروبا